بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأة إلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حبا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسوة والذين كفروا لهم شراب من حنيم وعذاب أليم كما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس بياء والقمر وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والقساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض إلى آيات لقوم يتقون إن الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرضون لقاءنا في قضيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الطرود عانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعو إلى ضر مسه كذلك زين للمسفتين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجينين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غيرها قل ما يطرني أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليك إني أخاض إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من رتبه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البدر والبحر حدها إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله دعوا الله مفلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في أرض بغير الحم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاحتلط به نبات الأرض مما يأخل الناس والأنعاء مما يأخل الناس والأنعاء حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ما أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نحصل الآيات لقوم يتفكروا والله يدوه إلى دار السلام والله يدوه إلى دار السلام ويهدي من يشاق إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الكسنا وزيادة ولا يرهبوا دوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت أجوههم قطعا من الليل مفلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم مما كنتم ديانا تعبدوا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافين هناك تبدو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تقفقوا قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل ومنهم من يستمرون إليك أفأنت تسمر الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بحط الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستطدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك أحقه قل إي وربي قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا المدامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يغلمون ألا إن الله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله أقوم ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء قل لما في الصدور ومدى ورحمة لي المؤمنين قل بفضل الله وبوحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رسق فجعلكم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما وما ظن الذين يفترون على الله الكبب يوم القيامة إن الله لذو طب على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما وما تكون في شأن وما تكدو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ كفضون فيه وما يعزب عن ربك من مفطال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب موسيقى موسيقى